دائماً من السنة العشرين إلى الثلاثين لازم تكون شوية جورها كيف قدرت تتمول أول مشروع بدأت فيه؟ عملت أي بزنس جاء في طريق الفشل بيعلمك دروس لعشر سنين قدام مشان هيك أنت قررت أنك كمان جازف أتوقع وتفوت بمجال المطاعم لازم تضل تحفر تحفر لحد بعد ثلاث سنين أو أربع سنين وكان يطلع عن نفط فالمجال المطاعم كده في ناس ما بيشجعوك مش إنه بيوقفوك بس ما بيشجعوك فموضوع شكله مستمر بنجاح دي شوفي أنه لسه في حاجة كتير لازم يتعلمها أهلا وسهلا فيكم ضيفي اليوم رائد أعمال شاب رغم صغر سنه إلا أنه استطاع تأسيس مجموعة شركات رائدة بمجال التجارة والتكنولوجيا محمد لماني الرئيس التنفيذي والشركة المؤسس لمجموعة أرغان هولدينج بحلقة جديدة من برنامج طموح معي أنا لنخضر أهلا وسهلا فيك محمد معنا ومثل ما ذكرت حضرتك رئيس تنفيذي ومؤسس لمجموعة من الشركات أرغان هولدينج بالتحديد حكينا شوي عن شركتك والمجال اللي بتشتغل فيه أول شي شكرا لين شكرا قناة المشهد على الاستضافة شركة أرغان هولدينج هي مجموعة شركات تأسست هذه السنة بتأسيس كل الشركات فكان لازم أنه أسس الشركة اللي تجمع كل هذول الشركات في قانون واحد أرغان هولدينج أول شركة تحتها هي شركة اسمها شوب تيك عندها فرع في هونغ كونج فرع في دبي هاي الشركة بنعمل سيرة تصطير إلكترونيات مالي آيفون لأنه في هونغ كونج عندنا توزيع رسمي من شركة أبل داريكتلي تاني شركة اسمها كود بارسل فهذه من نسبة لنا احنا حطينا أزا ستارتاب مش شركة فمجال التجارة الإلكترونية هالحين بنعمل ديفلوبمنت للبلاتفورم تبع الإي كوميرس بس أول شي دي عارف أن الإي كوميرس أول شي أول تحدي عندك هو اللوجيستيك فإحنا في مرحلة اللوجيستيك الحين لنقدر نوصل لترون الراون تايم حلو بعدين ممكن نعمل لونج للبلاتفورم ثالث مجال أو ثالث شركة موجودة تحت الأرغان هولدين هي شركة مطاعم فأسسنا أول مطعم بدبي حاليا بنفتح الفرع تبعه بمصر وحنتفرع لكذا تولى فهذه ما يلي الأشياء اللي تحت الأرغان هولدين طيب أنت حكيت لي إي كوميرس وحكيت لي الاستيراد وتصدير وكمان المطاعم هل تنوع هذا النوع من الشركات تحت مظلة واحدة ممكن لرائد أعمال شاب يقدر أنه يضبط كافة المستلزمات اللي بتحتاجها هاي الشركات؟ هو صعب التمويل أنا دايما بقول أنه تمويل المشاريع بيبتدي خطوة خطوة إحنا ما جينا شو عملنا هذا الشيء في أول يوم والأول أسبوع والأول سنة هذا شغل ستة إلى سبع سنين فدايما بقول في البدايات تبع المشاريع وإنشاء المشاريع أنه راس المال عمره مكان العائق المشكلة الكبيرة اللي بيكون عند الناس أنه راس المال ما يكونش أدابتد للفكرة فبتلاقي واحد راس المال تبعه قليل والفكرة تبعه كبيرة كبيرة فأنا دايما بقول كل راس المال عنده فكرة كل راس المال عنده مشروع اليوم حتى 50-60 درهم احنا على السي او دي بارسل بايدووي حيكون عندنا شي اسمه أفلييت إيلي هو؟ أفلييت إنه احنا اللي بنجيب البضعة والناس هي بتعمل بس أدورتايزين على الفيسبوك، إنستاغرام، سوشل ميديا تعرف إنه الأدورتايزين بنتكلم على 50-60-70 دولار فهما بيعملوا أدورتايزين بيجونا المبيعات احنا بنوزع وبنديهم كوميشنز فهذا بحد ذاته مشروع ب50-60 دولار فعمر راس المال مكان العائق لا يكبر راس المال تكبر معه الفكرة لحد ما توصل إنك تعمل للفكرة اللي انت من قبل كانت عندك إنك تنشئها فنرجع للتمويل إدارة صعبة بس أنا دايماً بقول إنه دايماً من السنة العشرين للتلاتين لازم تكون شوية جرأة جرأة؟ لازم تكون شوية جرأة لأنه لو ما فيش جرأة ما حتى تقدر إنك تقرب حاجات كتير وتفشل كتير وأنا دايماً بقول دايماً بدأي بقول يا رب بفشل واو، ليه؟ صراحة لأنه الدرس اللي بيجي من الفشل أكثر من الدرس اللي بيجي من النجاح الفشل بيعلمك دروس لعشر سنين قدام النجاح بيكون مؤقت بس فالتجارب والفشل بتهيئك لعشر سنين جاية لمن ثلاثين واربعين إنك تكون ماتيور وتكون عندك خبرة اتخاذ القرار وتشتغل بس بالأشياء الصح طيب أنت حكيت لي إنك بلشت تأسيس أو بلشت العمل يعني لحتى التأسيس شركتك من سبع سنين يعني كان فعلياً عمرك شاب متخرج جديد واحدة عشرين سنة حتى بالجامعة بعدك أتوقع الفكرة إنه لما بلشت تعمل هاي الخطوة ما حسيت إنه في أشخاص وقفوا ضدك وقالوا لك ما رح تقدر إنك تبلش مشروعك الخاص هو أنا قبل ما بلش كنت بأنه أنا كنت إجيت لدبي اشتغلت في مجال الإنشورنس أو التأمين الصحي بعدها اشتغلت بشركة تبع إدارة استثمارات وهناك كنت تعلمت البزنس ووصول التجارة فكنت كان عندي سلري حلو والأدفنتجز اللي عندك حلوين بس إنك تاخد الخطوة تعمل مشروع تبعك الخاص كانت صعبة فولا حد تشجعني من الناس اللي أرعب أصدقاء كانت بس العيلة الوالدة والوالدة ربنا يحفظهم قالوا لي توكل على الله فتخيلي أنا كنت بشتغل بمكتب وسوتس وكله فكان أول بزنس حعمله مجال الآيفونات ولا الموبايلات فجمعنا أنا وشريكي تحوشية العمر مثل ما بنقول مئة الفطلار كان المشكلة اللي عندنا فين حنبيع حننجيب بضعة فين حنبيع بدبي فلو حتتاخد محل فحيكل لك نص الكابيتل فمثل ما بنقولوا ابتدينا للسلام من أوله بعدين طورنا أول مكتب ابتدينا ناخد محلات تبعها ريتيل شوبس بعدها رحنا على هونغ كونغ لأنه هونغ كونغ بالنسبة لدبي هاب بالنسبة للإمبور طبع التليفونات أنشأنا شركة وقدرنا أنه نوصل لأبل وناخد توزيع رسمي بهونغ كونغ فكان مشوار طويل بس أنه إيه في ناس ما بيشجعوك مش أنه بيوقفوك بس ما بيشجعوك بيحبتوك بيقولوا لك أنت شغال وكله تمام وبسوت ومكتب بس بالأخير ما بيفهموا أنه في فرق كبير أنك تكون شغال مع ناس مع أنه اللي اشتغلت معهم تعلمت منهم كتير والفضل يرجع ليهم أنك تكون وحر فالحمد الله على التسجل اللي أخدناه أنت هلأ فعليا حر إيه يعني شركاتك الخاصة إليك وأنت هلأ حاليا عم تديرها ومع شركك عندي شريك واحد اللي هو بمجال المطاعم بس بس شريك شريك اللي ابتديت معاه حصل مشكلة أنه أخد كل اللي قدامنا ورانا وهرب من الدولة فإحنا يعني هون نحنا في عنا قصة فشل أو قصة خسارة هذه قصة خسارة وهذا أكبر درس فإحنا من سنة كان الفالنتاين سنة عدت من أرواة أيام فإحنا بالمطاعم بنعمل إفنس فهذاك اليوم بالزبط ممكنش أقدر أنه أروح أدير فشريكي قلت له خلاص تيك أوفر واليوم أنا ما حادر أجي للمكاتب كله فكان مخطط أخذ كل الكاش الموجود والبضاعة الموجودة بعها بخسارة وهرب من الدولة فلقيت نفسي بملك حاجات بعد يوم ماينس 1.4 مليون دولارز ديون لازم تنتفع فكانت سنة صعبة وكيف أقدرت أنك تتجاوزها؟ والله اللي عندي باعته تمام كان عندي مشكل قبل هذه الدروس اللي بتتعلمها قبل ما يحصل المشكل كان بيجي بزنس بيكون مكسب وصغير ما بتعمله أنا خلاص بشتغل بس للمكسب بس يحصل لك المشكل خلاص تبقى 10.000 دولار زي درهم 10.000 درهم زي درهم فعملت أي بزنس جاء في طريقي وما تدينت ما أخذت ولا درهم لدي ولا حد ف 9 شهر كانت كافية أني خلاص تجدت وأفع رجلك؟ أدفعت كل الديون اللي علي ورجعت وقفت على رجلي فأنا مجموعة أرغان أنشأتها بعد المشكل عشان أدير بطريقة صح بقى عندي بس شريك واحد بالمجال المطاعم وبس الشركة التانية أنا لو واحد سول طيب كنت عم تقللي كمان أنه حضرتك بتشتغل باستيراد الأجزة الآيفون من هونغ كونغ نحنا بنعرف هلأ أنه تصنيع الآيفون رح يبطل بالصين فالين حينتقلل هند شو مخططاتك بهذا الموضوع؟ بالنسبة لنا أحسن بكتير ليش؟ لأنه في آخر سنتين البزنس تبع الإلكترونية تتغير كتير أحنا كنا من المفروض نروح نشتري من الصين و هونغ كونغ ونجيب على دبي يبنبيع لوكل يبنصدر برا دبي الحين السابلايرز اللي بنشتري معندهم صاروا هم يجوا لدبي الصينيين يبيعوا بشكل مباشر يفتحوا محلات يعني راحوا حتى للريتيل مش حتى بالهول سير يفتحوا شركة ويبيعوا بالجملة يفتحوا محلات فصارت المارجن اللي ما بين هونغ كونغ و دبي اللي انت بتلعب عليها صاروا هم خلاص بيستفيدوا نتكلم على سابلايرز كبار فالانتقال تصنيع بايدو وي أبل من الأشياء من الأسباب ليش نقلت للهينت كانت واحد من الأسباب هي هذه الحين مع الهينت لازمهم فترة كبيرة عشان يعملوا اللي يعملوا الصينيين 4-5 سنين فحيرجع مجال الموبايلات للناس اللي شغال في دبي تعمل استيراد من الهينت عندهم 4-5 سنين عشان يربحوا لحد من الهند والهنود يعملوا نفس الشي اللي عملوا الصينيين طيب شو سبب اختيارك لمجال الإي كوميرس هل هو بسبب حبك لأله أو لأنك شايف فيه مستقبل الإي كوميرس الماركت كاب تبعه بالكورونا عالية كتير صحيح فبعد الكورونا فهمت الناس أنه التجارة الإلكترونية ممكن تيجي جائحة واثنين وثلاثة فما عد فيها هروب من المجال هذا فخلال الكورونا كان عندنا مشكل في المبيعات فأنت عارفة أنه كله كان واقف كله كان واقف فهذاك الوقت طورت كل سكيلز تبعي للتيم أنه نبدأ نبيع أونلاين بدأينا ولاقينا أنه الكوست والإكسبانسيز تبعك أقل والليدس والمبيعات البوتانشل سيلز عندك عاليه بكتير فلقينا أنه is the best سيناريو the best business model عندنا هو هذا بعد هذا هنا بنجي لتطوير المشروع أنا اليوم بدأت تجارة الإلكترونية ببيع برودكس تبعي second step إنه كيف تفتحها لنا الثانيين فهذا الشي احنا أنشأنا COD parcel COD parcel هي شركة الثالثة نحنا نحن نحك فيها code parcel code parcel هي code cash on delivery parcel code وparcel ليش اختارينا هذا الاسم لأنه الناس اللي بتشتغل بالe-commerce لما تيجي تبحث على شركات اللي بيشتغلوا service على e-commerce إما بيحطوا code ولا parcel احنا اشتغلنا من الاسم ف COD parcel هذي شركة هتشتغل لمدة سنة لوجيستيك بس احنا اليوم أنت بالمغرب لبنان مصر بدك تشتغل e-commerce كفاية أنك تبعتي بضاعتك لدبي احنا بنخزينها يكون الهب تبعا كون أنتوا بدبي بدبي دبي الهب والمين برانش احنا بدبي بتوصلنا لبضاعة بي أنت عندنا API link بين platform تبعنا والstore تبعا والمتاجر تبع sellers احنا هنوزع وبعدين هندفع لك الربح تبعاك مع الراس المال فهدي اول business model تاني business model هو اللي حكيت الليك عليه هو affiliate انه احنا هنستثمر ونجي بضاعتنا هنحط ها بالplatform انت حيكون عندك product وفيديوز وcontent روح استعملهم وبيع وخد مربحك وخد مربحك فهنا بنتكلم على affiliate الثالث حاجة والهي اللي حتميزنا على كل الplatforms والمنافسة اللي موجودين الحين هي selling true influencers او البيع عن طريق المؤثرين المؤثرين تبع التواصل الاجتماعي حتى المؤثر نفسه حتكون عنده انترفيس بالplatform حيخش حيلاقي كل الproducts اللي موجودين حيطلب product حيوصلوا حيعمل unboxing وكمان بيجي on a weekly basis على كل أسبوع الcomissions تبعو فهذه حاجة اللي حتميزنا اللي مش موجودة عن المنافسين لليوم فهذه in general code parcel احنا اليوم حنعمل soft launch عندنا ثلاث مناطق حنشتغل فيها عندك الخليج بكل دوله لاتن أمريكا مكسيك بريزيل بيرو بورتوريكو وتشيلي خمس دول عندنا بأوروبا حنبلش ببلجيكا حاليا وعندك المغرب العربي مغرب تونس جزائر والسوت جنوب أفريقيا ملاوي كينيا تنزانيا مشروع كتير كبير هذا مشروع كبير المشروع التحدي اللي فيه هو التنظيم هو التكنولوجيا اللي عندك بالبلاتفورم كيف كل السيلر كيف حتعمل كيف حيخش السيلر حيلاقي إنه هذا اللي ليه وهذا اللي عليه وهذا البطاعة فإتس أورجنيزيشن بس بالأخير بدها 3-4 سنين شغل لنقدر إنه إحنا إحنا نتكلم على اللوجيستيك لما نقدر إنه مثلا بدبي أو الإمارات بنوصل الأوردر في نفس اليوم بالسعودية بنوصل بنفس اليوم بتشيلي بنفس اليوم بعدها هنعمل بلاتفورم زي ما عملت أمانزون زي ما عملت نون كانت أول مرحلة تبعهم هي لوجيستيك بعدها انتقلوا على التكنولوجي فإحنا هنروح بنفس الخطة تبعهم طيب نحن عم نشوف دايما لما بيكون في توترات جيوسياسية بالمنطقة أول شي بيتأثر هو الشحن وفعليا نحن عم نواجه هلأ أزمة شحن نوع هذا النوع من التجارة اللي أنت عندك كيف ممكن أنك تتفادى هاي المشاكل هو صعب أنه تتفادى المشاكل أنه تتفادى بصفة 100% أو تألل الخسارة لنقول تألل الخسارة أنه لازم يكون عندك بلان بي شو هي يعني أنا اليوم عندي شركة شحن هي اللي بتشحلي لازم يكون عندي بالبرتفوليو أقل شي 3-4 شركة شحن في اليوم شركة شحن أنا بتديني دايركت وأسعار رخيصة وفي شركة تديني أسعار غالية وأنا شغال لازم أجرب كل الشركات حتى لو هذي أسعار غالية لأنه بعرف هذي ممكن تكون بلان بي بكرة فجيوسياسية ما حتقدر أنه تتفادى أنه يكون شحن أو لا يكون شحن بس دايما لو في مشكل تبع دولة مع دولة وشحن مقطوع لازم تترانزيت على دولة تانية هذه هي بس دايما لازم يكون بلان بي يا من ناحية شركات يمن ترانزيت يعني هو أحيانا كمان بيتجه للشحن الجوي شو رأيك هو هنا الشحن الجوي وال هو اختيار نحن اليوم في دبي بالتجارة الإلكترونية عندك برودكت نحن دايما بنقول الوينين برودكت بدهم أسبوع سوئين عشان يموتوا ليش لأنه في بنقول أداد برودكت كم مودة عشان البرودكت هذا خلاص ما فيش يضل صالح يضل صالح ما فيش ليدز أنا اليوم لما لاقي برودكت حالو موجود بيتشاينا ولا هونج كونج ولا فييتنا ولا تركيا ما هقدر أجيبوا سي شيبمنت واستنع عليه خمستاشر يوم لأشهر لأنه ناس تانية هتدفع أكتر بالشحن الجوي هتتجيبوا وحتشتغل كذا شيبمنت أسرع وحتجيبوا مرة تانية وثالثة ليوصلني أنا البرودكت ألا إيه خلاص إتس داد فالشحن الجوي بيساعدك على أنه تكون الفلو تبعك أنه تشتغل البرودكت كذا مرة بس الشحن عن طريق البحر هذا البرودكت معينة بتكونش فيها فلكتويتو يعني أنت مرح تدخل بهذا النوع من المبيعات لك أنا عندي يعني إلكترونيات يعني إلكترونيات عم نحكي بحجم كبير صحيحة؟ أتوقع عبتن شحن شحن بحري غالباً إحنا كل الإلكترونيات اللي بنشحنها من هونغ كونغ بس بس هي أنتو الإلكترونيات كل حجمة صغيرة أتوقع صح تتكلم على آيفون تماماً بس أجهزة يعني سشوار ولا معدات حلاقة حتى بالإيكميس معظم البرودكت يعني إحنا نتكلم لك 98% بالبرودكت أقل من 500 كرام هذه هي للك سؤالي النجاح أو نقطة العمل الصح بهذا المجال بالإيكميرس أنك تختار البضاعة اللي أكثر طلباً يعني لنقول هذا النوع من البضاعة الحلوة بالإيكميرس مش موجود بالكلاسيك التجارة الكلاسيكية اللي هو إيه اليوم أنا وصلني فيديو ولا صورة على برودكت من شاينة من غير ما يجيب البرودكت ممكن أعرف إذا البرودكت هذا شغال ولا لا كيف أحط البرودكت هذا أحطه عليه على الفيسبوك على إنستغرام يجوني ليدز معنات البرودكت شغال مطلوب ما يجوني ليدز أنتقل لبرودكت إحنا كيف أول شي بالإيكميرس هو البرودكت بنلاقي البرودكت بنجيبه في ليدز بنجيب منه بضعة ما بتكونش البضعة الكبيرة طبعا بنسميها في مرحلة التستين بعدها لو البرودكت اللي استشغال بنجيب بضعة كبيرة فإحنا حنشتغل بالكود على البرودكت لأنه إحنا حيكون عدنا برودكت عشان هم يبيعوا وإحنا نستثمر في البرودكت طبعا يعني تستخدم مبدأ الترويج البضاعة قبل قبل ما تشتريها كتير جميل هلأ في عنا فقرة بحلقتنا دايما بناخدها مع الضيوف اللي علاقة بالصفات الشخصية رح أسألك كذا سؤال أكثر من سؤال وأنت بتقلي كم تتمتع بهاي الصفة بالنسبة للجرعة كم من عشرة محمد بيتمتع فيها تسعة على عشرة تسعة على عشرة الواحد عشان بالعشر سنين والثمان سنين اللي بلشت البزنس التسعة على عشرة إنه كان أي شي بيجو قدامي بيشتغله الواحد اللي راح عشان البزنس اللي وقفتها عشان أشخاص ما أشتغل معه بسبب أشخاص فحنشيل للواحد بس التسعة على عشرة الجرعة بالبزنس موجودة ممتاز الحذر من واحد العشرة حاليا عشرة على عشرة واو ليش؟ شو السبب؟ بعد المشكلة اللي حصل مع ما إكس بارتنر ممكن إنه عشرة على عشرة بس قبليها كنت بشوف كتير كيف أطور المشروع أكتر ما أكون حذر مع الناس اللي بيشتغل معهم بالنسبة للمغامرة من واحد لعشرة عشرة على عشرة ليش؟ أديك مثال مثلا المجال المطاعم أنا دخلت مجال المطاعم عندي تقريبا سنة ونص فأول مطعم دخلت فيه شريك كان في دبي المطعم أكلت فيه اليوم ومطعم مغربي أكلت فيه اليوم بكرة دخلت فيه شريك شو اللي خلاك تدخل فيه شريك؟ شو لقيت هالشي مريض؟ لأنه المطعم النوائس اللي كانت في المطعم كان ممكن إنه أنا أضيفها خصوصا بالمناجمنت والإدارة المالية واللي هي اختصاصي فكان سوء إدارة مالية كممكن إنه أنا أضيف حاجات كتير اللي غابط على المناجمنت اللي كانت قبلي فدخلت بس مجال المطاعم ليش أقول لك مغامرة لأنه مجال صعب مجال المطاعم أنا دايماً بدي مثال مجال المطاعم زي بير نفط لازم تضل تحفر تحفر لحد بعد ثلاث سنين أو أربع سنين ما هو كان يطلع عن النفط فالمجال المطاعم كده مجال لازم تصرف عليه المدة معينة لحد ما ما يطلع منه ربح فكانت هذه أكبر مغامرة وليش كان عندك ثقة أنه أنت هذا المشروع رح تنجحه هذا المطعم إذا دخلت فيه النوائس اللي موجودة فيه أنت رح تقدر أنك تنجحها ما كانت عندي ثقة أنه حينجح ولا لا بس كان بدي أنه أضيف في مجالي في البزنس أنه دخلت في البزنس المطاعم فكانت شوي أنني أكتر من أنه هنا حدي أنه حينضاف لتجارب في البورتفوليو تابعي فقلت خلاص خلينا ندخل حشوف أنه جو حضيف سنة صار مني سنة ونص تقريبا فموضوع شكله مستمر بنجاح لا مستمر بنجاح على عين بنفتح الفرانشايز أو السيجن برانش في مصر ومجال المطاعم في مصر في ثورة بالنسبة لي أنا رحت لمصر تخيلي شفت حاجات أنا ما لقيته في دبي بكل صراحة في مصر ساعة أربعة خمسة الصبح بتلاقي طوابير على المطاعم أنا ضليت أسبوع عشان استوعب فأنا رحت لمصر عشان الإي كوميرس فلاقيت أنه المطاعم أربح المطاعم أربح في كتير فماشاء الله سوق قوي في مجال المطاعم مصر وهنا نتوقع شعب بيتقبل كافة الثقافات وكافة الأنواع من الأطعمة صح طيب رح نحكي كمان في صفة الخوف كم من عشرة بتخاف بالبيزنس أربعة خمسة على عشرة ما كتير مو كتير فشان هيك أنت قررت أنك كمان جازف أتوقع وتفوت بمجال المطاعم ليس حاجة أزف شوي لأنه بشوفي أنه لسه في حاجة كتير لازم أتعلم أنا بقولك أنا بقول يا رب أفشل أبتدي حاجة وأفشل لأنه عندك مدة محددة عشان تتعلم فيها دروس كتير لو رحت عليك وما ما كان في تجارب كافية حتأثر عليك بعدها فإحنا بدنا شوي نتعب الحين عشان عشان نستريح بعدين بالنسبة للتمويل كيف قدرت تتمول أول مشروع بدأت فيه هو مثل ما يقول لك إنه اشتغلت في مجال في مجال التأمين الصحي يعني ادخلت مدة سنة كنتشغل بشركة فبقى أخذ راتب فبحوش كمان بعدها دخلت لمجال إدارة الاستثمارات مع شركة طبعا إدارة الاستثمارات وكان التمويل والمبلغ اللي أنا حوشته من الشركة هذه كان كافي إنه أبتدي وقلت لك قبلت شريكي في جايتكس هذا الشيء دخلنا المجال هو كان عنده تجربة في مجال الآيفونات والموبايلات فهذا الشيء إحنا دخلنا للمجال هذا فكان تمويل من من كل الدخارات اللي ادخلتها قبل مع الشركات اللي اشتغلت معهم طبعا بس ما تدين هنا وأنا ضد إنه إنه لما تبلش مشروع إنه تدين تدين بعد ما المشروع يكون يكون عندك باك أب ممكن تدين بس لما تبلش المشروع إما ثلوسك الخاصة إما استنى شوي طيب بالنسبة لتعاملك مع السوشال ميديا إذا بدنا نحكي إنه أنت كشخص عم تقلي هلأ رح تطور من مشروعك وأصلا تستخدم المؤثرين للترويج للبضائع اللي عندك بس أنت كمحمد كيف بتأثر العمل على السوشال ميديا تبعك إنه تخلطه بعملك الخاص ليك أنا بالسوشال ميديا أنا أكتف فأم شيرين كل يا 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 إما بعمل لايفات بتكلم على البزنس ونصائح ودفايزري تبع البزنس في نفس الوقت بستغل السوشال ميديا عشان تبروموت أي بروجيك جديد أنا حشتغل فيه طبعا فأنا أكتف بس لحد لحد مؤين بس هي فعليا تخدمك بعملك كتير كتير طيب خلينا ناخد نصيحة منك للي حابين أنه يبدأوا مشاريعهم ومثلك بيسنه صغير وبس مترددين مترددين ليش؟ بأي سبب؟ كان خوف من الفشل؟ خوف من الاخسارة؟ خوف من كلام الناس؟ لك هو الفشل جاي جاي أنا دايما أقول أن الفشل لو ما جاك اليوم حيجي بعد عشر سنين وان دايما أقول أنه المشكل ولا الفشل لما حيغير حياتك لخمس سنين قدام ما يستاهل أنه تزعل عليه خمسة أو العشر دائج على بعض فالفشل جاي جاي فما في داعي أنه تخاف منه في هاي اللحظة هاي لأنه حيجي يوم وحتفشل فخلاص ابتدي بثير حلو طب هل في عندك أي شيء شخص ألهمك أو أنت مثلا بتشوفه وتقتضي فيه عادة أو ممكن كتاب أثر فيك كتاب ولا شخص لا طراحة لا لكن كيف حيك حبيت بدأ المشروع على حالك؟ والله يعني بالعائلة في باكراوند بزنس لا خاص؟ ولا شيء هو صراحة ما بتحتاج لكتب ولا شخص بالنسبة لي أنا ايه فيه أشخاص بيلهموا أنا فيه أشخاص بحبهم كتير بالبيزنس حاليا بس مو هم اللي ألهموني عشان أبتدي البزنس ألهموني بعد ما ابتديت البزنس والبيزنس أنا كان صعب إنه أشتغل تحت تحت إدارة ناس تانيين هذه كانت أكتر حاجة خليتني إنه أبتدي حاجة تبعي ويكون صعب لأنه بيكون اختلاف الأراء أشياء بتشوفها أنت صح 100% ناس تانية عندهم منطق تاني فأنا كان صعب عندي إنه أشتغل تحت كتير فيه مناجمينس استفدت منها كتير بس فيه مناجمينس أنا بشكرهم لأنهم هم اللي ساعدوني إنه اتخذ القرار دال عشان عشان أكون كتير حلو شكراً كتير لألك محمد لمغاني لمشاركتك معنا ببرنامج طموح وكانت حلقة جداً جميلة شكراً لي شكراً شكراً لأتيم وشكراً لقناة المشهد على الاستضافة أنا كمان استمتعت كتير بالديسكشن معك أهلاً وسهلاً شكراً وبتوجه للشكر لكم مشاهدينا على المتابعة وما تنسوا تتابعوا قناة ومنصة المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي وتشتركوا بقناتنا على اليوتيوب وحملوا تطبيق المشهد لمتابعة كل حلقات برنامج طموح إلى اللقاء